السلام عليكم اهلين فيكم في فيديو جديد اليوم سأتكلم لكم عن السوفتير لأيوس 14.4 البيتا الثاني بالنسبة لي ممتاز جدا ما في مشاكل بسبب انه بالله ما نزلت شيء كثير فيه فكبداية من السوفتير 14.3 الى 14.4 الان هذا قبل الان ما اعطيتنا شيء وانا الغفزة من 3 الى 4 ما اشوف اي شيء جديد فقبل اتمنى ان يشوفون حل او ينزلون شيء فهذا اللي توقع ان السوفتير هذا ما راح ينزل للشهر هذا يمكن نص او نهاية شهر اثنين او ثلاثة مثلا الشيء طبيعي اللي لا يوصصا سن 13 سن راحة نفس الوقت كان 13.4 برضو وما نزل لنا 13.4 الا في مارش مع الايباد الجديد فلو نشوف السن الراحت 13.3.1 نزل لنا في 28 جنيواري فلو نعادل ونحط للسنة هذي فيمكن 14.3.1 ينزل في 28 او الاسبوع القادم وفي نفس دلوقت السن الراحت كان موجود عندنا 13.4 لكن بيتا من جنيواري ما نزل لنا الا في مارش في 24 مارش مثل ما نشوف فممكن راح يطول معا السوفتير هذا على ما ينزل للكل فاتوقع انه راح يكمل يعني شهر ثلاثة فممكن هذي راح يكمل نفسه بالنسبة لي ما في اي شيء مثل ما قلت لكم ما في اي سلبيات ما واجهت لأي شيء استخدامي لبطارية ممتازة برضو مثل ما نشوف بديت استخدامي على ساعة 18 الصباح كان 100% هنا وبديت استخدامي لنهاية اليوم حين 7 المساء عندي ممتاز يعني استخدامي لنقدر نقول 11 ساعة حين مثل ما نشوف سكرين اون استخدامي طبيعي مش مسكر الشاشة لا مفتوح الشاشة ونستخدمها 11 ساعة و 5 دقائق السكرين اوف مسكر الشاشة ونقدر نقول ساعتين مثل ما نشوف فاستخدامي طبيعي يعتبر سوشال ميديا مثل ما نشوف كيف استخدمتها مثل ما نشوف سناب شات كم جلس معه كم استخدمت التويتر الانستجرام اليوتيوب برامج داني طبعا ما لكن هذا اللي استخدامي له بالنسبة لي انا راضي في البطارية هنا قريب الـ 12 ساعة في السكرين اون وإلى الآن بطارية في 46 فهذا اللي يحكم هنا موجود عندكم بعض اشخاص يقول لك او انا ما يجب اسمعي 7 ساعات ولا شيء يمكن تلعب ألعاب قوية انا بالنسبة لي استخدامي طبيعي واقل من الطبيعي طبعا ما رح استخدمي كده لكن في ذلك الوقات شوي دراسة ما دراسة فسناب شات وانا ما شعر الطريق وانا جالس بين البريك كده راضي انا في الاستخدام على الـ iPhone 12 و Pro Max فمثل ما قلت لكم السوفت وير ممتاز ما حصلت عندي اي مشاكل ابراج كالعادة ناقص برج واحد من المنطقة حقي او في المكان حقي فما واجهت فيه اي شيء سبيد تس لو بجرب معاكم بالـ 5G العادي اللي عندنا ممتاز على المنطقة حقتي فكسرعة انترنت ما شفت فيه شيء لانه من البيت الاول لبيت الثاني قبل غيرت البلت نمبر فسرعة انترنت تمشي معاي على الـ 5G ما شفت شيء ما فيه حرارة ما فيه اي شيء ما فيه تعليق ما فيه اي شيء كلش السوفت وير ممتاز جدا متى رح ينزل؟ لا تتوقعوا مثل ما قلت لكم رح ينزل الان يبيل شهر الى شهرين المتوقع ان ابل الاسبوع القادم لو بتنزل بيتا او تنزل لـ iOS 14.3.1 للكل اسبوع القادم او بالكذر اسبوع اللي بعد الاسبوعين هذي رح نشوف يا بيتا يا نسخة للكل ونشوف معاكم و بس ففي نهاية الفيديو لو تنسوني اشتراك في الغناه و اشتراك حسابي سناب تشارك في ضغطكم و اعمل لايك المكتب و انا شير المكتب و لا تنسوني مفضل دعاكم والسلام عليكم